موسيقى ورئيس مجلس إدارة الشركة الطيبة للمناحل وإنتاج العسل بعد الفاصل معنا المهندس هنناقش فيه أسرار الماء النح وإزاي طرق تربيته وفوائد النح ومعلومات كتير جدا هتعرفوها معنا في حلقتنا تابعونا بعد الفاصل موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى مبدئيا ألف مبروك لحضرتك على الجايزة طبعا دي حاجة فخر كبير اللي حضرتك شركة طيبة فود للمناحل وصناعة وإنتاج العسل تاخد جايزة أفضل إنتاج عسل تمام كده في مهرجان الأول لعسل للمهرجان ده أول مرة يتعامل في مصر صحيح وده فخر اللينا والمصر كلها يعني أكيد طبعا تحت رعاية وزارة الزراعة ووجود الدكتورة مونة محرز نائب الوزير الزراعة تمام حرك ما شرفنا النهار ده بداية نحب أبدأ مع حضرتك في نقطة مهمة جدا الهيكلة الهندسية الربانية للنحل عايزين في شرحه مبسط للناس دورة حياة النحل بتتم إزاي يعني النحل بينه وبين بعضه في دورة مبسطة كده إزاي التعاون والدكة الموجودة فيها هو النحل صحونا الله يعني لو قلنا أن عمره هو الترقية بتاعته ليه درجات في الترقيات مش زي مثلا الحياة الأدمية مثلا كل واحد بيترقى مثلا حسب خبرته أو لا هي النحل من الأول ما بتطلع من الشرناء بتاعتها وهي عارفة رتبتها إيه عدى ثلاثة أيام عارفة رتبة اللي بعديها من بداية خلقها من بداية خلقها تمام إلى أماماتها كمان يعني عمر النحل صغير بتروح مثلا شهر ونص الشهرين أقصوها بس خلال الفترة دي هي بترقى هي بكرة طريقتها إيه هتشتغل إيه تمام فمكسمين في بعض الناس بيفتكن النحل هو اللي بتقاصر يعني من نفسه لا هي كل خلية ليها ملكة واحدة هي اللي بتقوم بالعملية دي فالملكة متوسط بيضها في حالة النشاط بيوصل ألف ونص الألفين نبيضة في اليوم تمام فده جيل طالع بيحل مكان جيل فيوميا فيه تغيير يعني أفهم من كلام حضرتك عشان نوضح للناس اللي النحلة واحدة اللي مسؤوله عن التقاصر اللي هي الملكة ما فيش أي نحل بيكون مسؤوله عن التقاصر مرة تانية غير لما النحلة المسؤولة تموت لما تموت بيبقى فيه يعني قهد تعوامل للنحل لو هنتكلمة هو طبعا هو موضوع كبير يعني صعب أننا نشرحه في قاعدة أو في القاعدة الملكة لما تموت الشغالات بتنتبه على طول فقدان الملكة أو وفاتها فبيدوروا على أول ياركات أو بيض لسه موضوع بيحولوه لملكات عن نتيجة إيه الفرق بين ملكة وشغالة أو إيه ليه دي بتطلع ملكة ودي شغالة برغم أن في حاجة اسمها بيضة مخصبة وفي بيضة برضا غير مخصبة دي هنتكلم عنها برد البيضة المخصبة بتديني لملكة لشغالة طب يفري في إيه النوع التغذية عندنا نوعين من التغذية لإما حبوب لكاح مع عسل مع جزء بسيط من الغذاء فيديني شغالة أو جزء من الغذاء الملكات وجزء من العسل فيديني ملكة إبقى الملكة بتتكون عن طريق التغذية بتاعتها أما الزكر فهو برضا تغذيته وهي شبيه لتغذية الشغالة هو جزء برضا من الحبوب مع جزء من الغذاء الملكات بالإضافة أنه هو بيبقى البيضة بتاعته مش مخصبة فتعطيني الزكر اللي بتحكم في النوع البيضة إذا كانت مخصبة أو غير مخصبة هي الملكة هي الملكة مفيش أي ده دخل تاني تمام بالإضافة أن الملكة ما بتخصبش لما راح ده في عمرها يعني مش تعادل الإخصاب لا هي مرة راح ده في عمرها وبتقدر تحكم بعد كده حاجة ربنا سبحانه وتعالى أن التحدي لا البيضة دي تبقى مخصبة لا البيضة دي تبقى بدون تخصيب يعني هي دورها اللي هي تخصب مرة واحدة وبعد كده بتبتدي هي المسؤولة عن البيض اللي مسؤولها اللي هو يخصب بعد كده صحيح أو يتكاثر بعد كده صحيح ولو كلمة بقى التفاصيل هتلاقي موضوع كبير جدا موشاك لا هي التفاصيل هتتكلم مواضيع كتيرة لا ما فيش حلقة تكفيها طبعا فخلينا ندخل على طول مع حضرتك في أنواع النحل ندخل في الصميم بقى يعني التركيب الهندسي الرباني اللي فعلا في عظمة الخالق محتاج شرح كتير ومطول فندخل في أنواع النحل تمام هو طبعا الأشهر النحل في مصر هو الإيطالي والكرانيولي والكرانيولي بينقسم الجزئين بس إحنا لما نجي نتكلم على إيطالي والكرانيولي أنا النهاردة طبعا هو فيه بلدي بس أغلب المناحل ما بيسالش البلدي اللي هي للنحل الأفريكي طيب إيه سبب أن احنا بنلجأ للملكات أو السلالات الأوروبية لها عدة أسباب واحد إن هي بتبقى أقل شراسة أقل شراسة في الهجوم في الهجوم إنها الأفريكية شراسة أو نحلة مصرية آه بيحصل تهجين نتيجة إن طبعا صعب أن نوفر ملكات سلالة بيور نوضح بس بش مهندس تهجين بين السلالة الأوروبية والسلالة البلدي؟ البلدي أو الهجين من قبل هو طبعا السلالة البلدي هي يكاد شبه في مصر تنقر طبعا في بعض الزملة بيهتموا بأن هما يحافظوا على السلالة دي فأماكن معزولة في مصر يشغلين عليها تمام لكن كشغل التعامل جميع الجمهورية لا بيتعاملوا السلالة وبعد كده هجين بتحن تمام وطبعا أنواع النحلة دي هي اللي بتحددلي اختلاف أنواع العسل ولا على حسب طريق التغذية؟ لا خلص هي تحددلي كمية الانتاج يعني لما نجي نتكلم على النحلة البلدي ممكن تكون غزيرة في الانتاج مثلا لكن شرسة طب ولكن يعني معزولة أنا سمعت شفت قراءة خبر اللي النحل الأوروبي هو أكثر انتاج ما الأوروبي فعلا أن أكثر انتاج أنا لسا وصل دي البلدي كسيرة انتاج بس شرسة تمام الأوروبي هي مش كسيرة انتاجه بس هي كسيرة انتاج أهدى كسيرة وضع بيت طب يا فنديم احنا عايزين بس نعرف من حضرتك كده طرق تغذية النحل في المناحل بتستخدم ازاي؟ بمعنى؟ بمعنى المناحل موجودة بتتغذى بعضها بيقول يعني أنا هقول لحضرتك عشان الناس تفهمني البعض بيقول زي العسل جودة العسل يقولك العسل جودته وحش عشان فيه بعض المناحل بتستخدم محلل سكرية صحيح والبعض الآخر يقولك لا بيتغذى على أغذية معينة مخصصة للنحل بحبوب لقاح وزي ما حضرتك ذكرت مظبوط احنا عايزين نعرف هو أنهل أصح بالزبط وأنهل اللي فيه نسبة فايدة أكتر وأنهل اللي هيديني ناحل عسل فيه جودة وكوالتي أكتر بص يا فنم هو طبعا لو كلمنا على بعض الغشي موجود في كل المجالات مش هنقول العسل بس آه طبعا ممكن مصري يعني أنا يعني حضرتك بنتقدمي في الأول بتكلمي على لقب ان احنا خدنا أفضل عسل احنا بنفتخر به آه بالمناسبة شركة طيبة فود للمناحل وإنتاج العسل هي وغدى جيزة أفضل عسل الشهادة بعد إذنك يا شباب على الشاشة أفضل عسل ناحل في المهرجان الناحل المصري أول مرة يتم المهرجان تحت رعاية وزارة الزراعة الشهادة معينا على الشاشة أمام حضراتكم تفضل كمل بس بالنوي بس عن الجايزة اللي هي فعلا فخر لنا لحاجة زي دي بين عشر دول تقريبا يا باش مهندس كان مشارك عشر دول فعلا تمام وفي دول شركة خدوا نفس الجايزة يعني زي ليبيا أحد زملاء في ليبيا لما نيجي نتكلم على مصر بسبب بعض اللي ممكن يغازوا محلول سكر زي ما حضر بتقولي ومش أرز أقول لحضر كمان ده بيفصل أن هو مش تغزية محلول سكر بالعكس ده بياخدوا العسل المصنع أو بيتامل بيه الحلويات يحاولون هو شبيل عسل ناحل شبيل شبيل عسل ناحل ويبقوا في الأسوأ على ساس أنه عسل ناحل نوضح بس الجزئية دي بعد إذن حركة بشمهندس من ضمن أنواع الغش في العسل اللي هما ممكن يكون الموضوع بعيد كل البعد عن المناحل تمام وهم بياخدوا العسل المستخدم في صناعة الحلويات بيبقوا على إنه عسل ناحل صحيح ده هيخلينا أدخل مع حضرتك لنقطة الناس تكتشفها إزاي أول حاجة هو كان الأول في بعض اللي كنا منمشي عليها اللي هو الاختبارات البدائية أو الحاجات زي كده إحنا شعب زكي فمن زكائنا بنتطور الغش إنه محدش يقدر يعرفه بجد لما أجي النهاردة أنا بجي لي عملة كتير يقولولي طبع العسل ده كويس أقول لهم طبعا طبيعا لو أنا يعني لو هم مش كويس أنا هقول لكم كويس أكي محدش هيقول لا ده مش كويس طب الاختبارات فبوري لهم بعض الاختبارات وبقول لهم ودي كمان خلاص يعني بدأ تدغش طيب فيه اختبار اللي هو مثلا أنا أعمل طبع في عيون سوداسين طيب ما هو لو خلط العسل المصنع بعسل طبيعي ما هيديه له المصنع هيروح الطبيعي هيفضل هيدي العيون السوداسية في الماء العيون السوداسية في الماء تمام فأصبح بيعالجها بعسل مثلا طبيعي اه لو قلنا العسل متغازي من حلول سكر ما هو برضا هيديه للشكل السوداسي يعني متوفر في الأنزمات الأنزمات اللي هي ربنا خليها بينزل من عسل النحل نفسه النحل بيضيفها على الرحيك اللي هو بيجمعه إذا كان رحيك أو محلول سكر طبعا طبعا هو صعب أن أي مواطن هياخد المنتج ويروح يوديه المعمل عشان يحلله يعني بتمن أكيد لا طبعا لا طبعا هي الناس بتاخدوا مشها بالبركة هي قصة ممكن يعني لي بعض العملاء بصراحة يعني أنا أنا أصل كمان في زقم يعني ممكن أخد رأيهم في حاجة في التزوق هي الفكرة تزوق وثقة في المكان اللي حضرك هتعامل معي التزوق يا فندم سهل المواطن عادي معابر طمان عسل سهل من خلال التزوق اكتشف زكان العسل ده مخشوش طب هو ممكن ميزة معينة أو حاجة معينة الناس تميزها بيه لا هو أقول لحضرك الحاجة يعني أنا سابق يعني في كتير تجار عسل فعلا ما عارفوش عملوه هي يعني أنا مش أقول لحضرك وأغلبهم كان شغال أو وعنده منحل في السابق اللي هو أنا شفت العسل الصح فلما دخل السوق خلاص هو ده اللي قدامه لما بيشوف حاجة تانية زي الجودة اللي هو كان بيتعامل معها خلاص لا أعرف لو هو النهاردة بيستخدم منتج كويس لما يجي دول منتج العكس خلاص هيعرف طب القوام ممكن يظهر لي حاجة في القوام يعني التضغل خلص القوام خالص خلص بعد الناس بتقولي اللي ممكن عسل نحل يعود فترة يترصب يعمل زي السامنة المرملة كده بالزبط ده بيبقى مخشوش ولا سريم اللي يعمل زي السامنة المرملة دوت المفروض أنه عسل نحل خارج من بطن النحل يعني زي ما بسموه بس يختلف في حاجتين طبعا هو بعض المصنع بيجمد بس الفرق بين المصنع والطبيعي المصنع بيبقى عامل زي كطع السكر كتل جمدة صعب أنها تدوب في البق لكن اللي هو الطبيعي أو الخارج من النحلة ينقسم بردك لتنين ممكن الحال يكون مغزة ماء بسكر هيدلو ايه ما هي مضيفة لأنزمات فطبيعي هيحصل له عملية الترمل دي عملية الترمل والشكل السوداسي اللي حضرتك قلت عليه بالزبط طيب اللي هو الطبيعي رحيك هيحصل له بس فيه حاجة بقى احنا بتبغي يعني من ظهرة لظهرة لظهرة بيختلف سرعة التبرور طيب الشركات ودي للأسف احنا بنتطر نعملها وده طبعا أنا بقول لهم مشاهدين وكتير بقول لهم على الفكرة من العملاء يعني مش حاجة أنا خبية بضطر أعمل حاجة اسمها عملية بسطرة أو تعرض للعسل الحرارة عملية بسطرة تعرض للعسل الحرارة تبادل الحرارة عن الطرير الماين عن درجة حرارة معينة العملية دي بتعايدة على المنتج بياه فندم طبعا هي بتفرل المستهلك ان هو يشوفه سيل يشوفه سيل يشوفه سيل كتير من المستهلك لو شافه رابط مش هيبقى متقبل بيشكوا في الأمر بالزبط الثقافة مش موجودة في نفس الوقت مش هيبقى متقبله يعني أنا ليه يا أصدقاء كتير يقولي لأ أنا عاوزه بردك سيل ليه لثقافة العسل دي يا فندم الناس أصلا ما عندها الثقافة أو وعي هو نعرف البرطمان اللي قدامي ده مخشورش ولا الزاء إزي يعني ناس لا ده هو مجمد لا ده هو كده في حالة غش صنوعي ممكن ناس تشوفه لك سيل برضو تقولك لأ ضيفين عليه حاجة أو معمول في حاجة معينة هي الفكرة كلها في نشر الثقافة عرفت اللي حضرتك شركة طيبة فوت للمناحل وإنتاج العسل شركة في مهرجانات كتير هل من ومعارض برضو زراعية كتير هل من خلال المعارض دي بيتم توعية كل فريل اللي عندنا احنا مجموعة يعتبر مسامين مع بعضينا كلنا بلا استثناء اي احد لازم المعلومة دي يوصلها انا مش مهمة بنسبة العميل يجي ياخد المنتج ده المهمة يبقى فاهم المنتج ده او ياخده من اي مكان تاني على فكرة ومش معنى ان احنا خدنا جايزة ان في شركات في مصر مش كويسة بالعكس انا بقول يا جماعة والله انا اذا كان بعض من عملاءنا اه سوري من المنتجين سواء سمع ان مصر فيها عسل مش كويس لا في شركات كتير عسلها كويس جدا وصف هندم هي الشركات الكتير اللي بتنتج كويس موجودة بس يبقى في التميز يعني في ناس كتير كويسة بس احنا اللي زاهر انا اللي هيميزني عن غيري لازم يبقى فيه نقطة التميز والنقطة دي حضرتك قدرت تحصل عليها بجيزة افضل عسل في مهرجان الاول للعسل في مصر وان شاء الله في مهرجانات تانية كتير يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا فندم طب خلينا نتكلم في البداية عن المنتجات اللي موجودة معنا يعني حضرتك بس توضح للناس المشاهدين طبعا احنا قلنا في البداية الفكرة احنا احنا مجموعة قررنا ان احنا نعمل منتج بجودة اقوالتي عالي جدا نقدر ننفس به يعني انا عاوز اقول لحضرك ارجع لجيزة تانية احنا كناش متوقعين احنا نخوض لان معنا شركات لها اسفامي تيلة ومن دول تانية للمصر ودول لها وجود بس دي اتوصلت ان احنا لا نقول يا جماعة والله في مصر تقدر تاخد علامية كمان في الانتاج العسل لان مش كل المنتجين بنفس الفكرة ان هو انا اغزى عشان اكسب كتير فكررنا ان احنا هنخوش على العسل كمنتج كويس لقينا بعض العملاء بيطلبوا منها منتجات تانية طب منتجات تانية احنا ما بننتجهاش داي ايه منتجات تانية؟ زي مثلا زيوت يعني الطلب مننا زيوت فاحنا بدأنا ندور على افضل اماكن زيوت او مزارع نقدر افضل اماكن استخراج زيوت منها يكون بكوالتي عالية بالزبط فيمكن حصل بردك دروب كده في المشروع ان كنا بنتعلم مع مزرع ومناخد منها كوالتي عالي فالعملاء زي مثلا زلزتون يعني انا قصود فالعملاء بدأوا يطلبوه فحصل التوافى هو كان رجل طيب والله يرحمه فتوافى فضلنا متوقفين سبع شهور علشان نقدر نوصل لمنتج بنفس كوالتي معروض كتير في السوق احنا عشان مش منتجي لي بردك فاحنا عاوزين مزرعا ناخد منها شغل بكوالتي اللي احنا نقدر نقول عليه اسمه طيبة فالحمد لله توصلنا بس ده تخلتنا نقول لا احنا مفروض نبتدي نجاهز شتلات زتون في المزرع اللي خاصة بالشركة ونبتدي نزرعها في الشركة يعني انتو حاليا فعاليا انتو عاملين مزارع لا بدئين دراسة بقى في المشروع ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق حطوات النوع يتم احنا حابين بس نعرف المشاهدين في كمية جوائز موجودة حضرتك بس توضحها لنا هو طبعا ديت اغلبها جوائز تكريم بتميز في بعض المعارض اللي كنا بنشارك فيها طبعا هي كان افضل حاجة بسعادتنا كلنا كفريق كانت هي لشهادة التميز او اجود عسل يعتبر يعني انا مش عاوز ابالغ واقول انها في الشرق الاوسط بس كن في دول اخرى وشركات كبيرة برضا مع كل احترامة يا فندم التميز هو الحق اذا كنت حضرتكو تاخد افضل انتاج او لا احنا الناس كويسة كل الشركات كل انسان عنده شركة هو بيكتهد على قد ما يقدر الفكرة في التميز احنا تميزنا في حاجة معينة فدي كانت الجائزة بتاعتك الحمد لله عشان انا حسن لحضرتك بتتكلم في نقطة التنافسية او الافضل او كده بحسسي شوية هي المشكلة لا خالص هو طبعا يعني هقول لحضرك الحاجة انا بوصل ان بعض مش هنقول المؤمن نفسين يعني الزملاء ممكن نوعد مع بعض ونتكلم في موضوع او جودة بدلهم بعض بقولهم يعني حسبيا او انا بقى زي ما انا حسبتها انا النهاردة هغزي نحلي او انا كمزارع هغزي نحلي طيب انت صرفت سكر عشان تجيب العصر وفي الاخر هتبيع بسعر اقل انت بش هتبيع بنفس السعر طب وليه ما توفر السكر وتمنه زود النحل وبتدي بدلا ما عندك 100 خلايا خليهم 120 فانت جيتهم هتزيد طب فيه نقطة حب اكلم حضرتك فيها النقطة هي معروف عندنا في مصر ان كل حاجة كل ما الكواليتي بتاعتها بتزيد كل ما بيقابلها زيادة في السعر ده موجود في كل المنتجات الغذائية والصناعات الغذائية حتى الزراع الأورجانيك كمان او هنكلم بما اننا برنامج زراعي حتى الزراع الأورجانيك يمكن مش الكل بيعرف يطبقها دلوقتي عشان مقابل ان تكون أورجانيك والكواليتي بتاعتها عالية مقابل اللي فيه سعر زيادة حضرتك بما انك بسم الله ما شاء الله احنا شايفين الموضوع ماشي كويس جدا في الكواليتي طبعا نتمنى لحضرتك الأفضل مقابل حتة السعر دي بقى حضرتك بتتعامل معها ازاي مع العميل هل هو بيبقى متفاهم ان السعر اللي هو بيدفعه هو فاهم فعلا ان هو بياخد حاجة كويسة ولا طبعا أغلب العملة أكيد مش هتحمل معك لما هيكون وصك من دي أكيد هو احنا برضك عشان نوصل الصورة مشاهدين احنا مش أسعرنا اللي هو فكرة عالية لا احنا بندور منتج بكواليتي كويس جدا أو عالي مع سعر معقول جدا يعني مش لازم ان انا اكسب أرقام كبيرة لا انا عاملها مش بسيط اللي هو يقدر يخلينا اتواصل واتوسع في ما شو كان ازاي كنت انا او الفريق بالزبط وعشان نوضح برضك صورة كل فريق طيبة هو شريك مش من لكن كل واحد لي دور هو واضح بش مهندس اللي فريق طيبة شبه الهيكل الهندسي للنحل بالزبط الحمد لله تتعاون مع بعضه الحمد لله بسم الله لا وكبان بدايتهم كلهم حبا للنحل يعني هم مش داخلين ان احنا بقى تجار عسل مش دي الفكرة لا انا حابب ان انا النحل بدأت كل شخص فينا في المجموعة كهوية وبعد كده اتحولت لا تعالى نبقى شركة تعالى نكمل فكرتنا ومشروعنا وجدتوا صعوبات يا فانتم وانتو بتبدأوا مشروعكم هو طبيعي 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 هو مش صعوبات اللي هي بماهنها صعوبات لا عشان نوصل المستهلك او نفهمه لا فيه حاجة كويسة كان صعب ونحنا نربط ما بين انتاج وتسويق برك صعب يعني خدنا فترة شوية دروبات كده بس عدت يعني والحمد لله يعني انا عوزه الله حضرتك الميزة ان احنا في الشركة او العملة بتوعنا انه بيزيدهم عكس شركات كتير ممكن العميل اللي عندها يروح لأي مكان تاني ويضطر يغير مكان تاني فلا انا العملة بتوعنا الثقة الموجودة وال يعني برضه الكوالتي اللي احنا بنقدر نقدمه هو ساعدهم انهم ما يفكروش اه ممكن يجرب تاني مفيش مشكلة وممكن يلاقي بنفسك الكوالتي مش هقولك لا بس في الاخر لا هو بعمل طيبة العمل طيبة بقى يمكن فرضه من الأسرة طيبة كمان يعني ممكن يبقى بيدينا أفكار يحفزنا ممكن يبقى نفسه يشوف والله مش بقالها كلام يعني أغلب عملاءنا نفسه مشوفه طيبة دي أكبر من كده طبعا يا جمال حابب يتواصل بالمهندس محمد رقفة رئيس مجلس إدارة شركة تي بافود لإنتاج العسل والمناحل على الأرقام اللي موجودة قدام حضراتكو على الشاشة فاصل وبعد الفاصل نكمل حلقتنا إيبكم معنا وارجعنا لكم مرة تانية باشمهندس محمد احنا عارفين اللي ربنا قال في كتابه العزيز اللي النحل فيه شفاء للناس النحل ما كانش الشفاء بس في العسل مؤخرا اكتشفوا علاج بعض آلام الرجبة والعمود الفكاري والعزام عن طريق لدغات النحل فعايزين نعرف جزء أو نفذة بسيطة من الموضوع ده من حضراتك باشمهندس هو طبعا لو كلمنا على سم النحل هو طبعا فيه أماكن متخصصة باستخلاصه العمل من خلاله في أدوية لما نيجي نتكلم على سم النحل هو سبحان الله يعني هو مضاد دحيه طبيعي جدا مضاد دحيه عالي كمان يمكن آخر مؤخرا كان بيعلنوا من في أحد دول أوروبية أن هم بيستخلاصوا منه عنصرين لعلاج كمان السرطان أو الكنصر عنصرين من سم النحل لعلاج السرطان يعني علاجه مش مكتصر لوقتي على عمود البقري ممكن يعلنوا عنه كمان لما نيجي نتكلم على مشاكل المفاصل أو العظام أو ما شبه ذلك أغلبها بيقف ممكن التهبات ما شبه ذلك هو يقدر يفدها يعني لما نيجي نتكلم كمضاد دحيه كمضاد دحيه يعني سم النحل مضاد دحيه ويعود المادة الزلالية كمان الجسم في عمار اللي هي متفاوتة في السن بيفتقدها من المفاصل بيتقدر تعوضها لها كتير بشكل كبير ده طبعا بيتم تحوله الأمصال بيدخل في الأدوية إنما كنحل يقرز كده هو طبعا هيبقى مفيد بس طبعا مش من صعب أن أي حد يتعامل من خلالها لأن لما نيجي نتكلم عشان أنا أتعامل مع مريض أنا ما عنديش الشكل الكامل لحالته الصحية يعني مشاكل قلب مشاكل حساسية من أرس النحل منظر ففي أماكن ممكن تكون متخصصة كشركات بالدلواتي بنتكلم على الجانب المفيد أو الجانب الكويس من لدغات النحل الجانب التاني بقى لو حضرتك جربته أثناء شغلك لدغات النحل بشكل عام أكيد حضرتك في التعامل واللي احتكاك مع النحل والمناحل اتعرضت اللدغات طبعا أكيد أكيد اللدغات دي هي إيه الضرر فيها وإزاي حضرتك اتقلمت في التعامل معه؟ هو طبعا الضرر فيها في حالة قسرة اللدغات أما كالنحل في اللدغاته يعني يقولك إن حال ما يصابش بالكنسر أو أقليل إصابة به حتى لو جسم عنده قبلية بتحصل بس بتبقى نيسة بسيطة جدا في نفس الوقت جهاز المناعة بيبقى مختلف شوية عن نوع طبيعي يعني ممكن مش سوري مش خارج يعني اللي هو إيه؟ شوية برد لو جم يعده ما فيش يومين ثلاثة أسبوع زي بعض الأشخاص ليه؟ كمية المضاد اللي وخدة في جسمه من الأرض أو التعامل مع النحلة أو المضاد الحيوي هي مقوية له جهاز المناعة يعني حتى اللدغات اللي بشكل عشوائي من النحلة من النحلة للإنسان دي بتقويله جهاز المناعة بالزبط ما فياش فيها أي ضرر لدغات النحلة خلص لا خلص لكن قسرتها هي للضرر ليه؟ لعني لما نيجي نوصف علميا يقول إن مية أرثة يوقفوا قلب حصون فإحنا لما نيجي نوصف قلب بين آدم مية أرثة للنحلة؟ يوقفوا قلب حصون فلما نيجي نوصف قلب بين آدم يابعو وضعه عامل إزاي؟ فطبعا لما نيجي نقول واحد خلص خمسين ستين هو وضعه إيه؟ قلبه إيه؟ يعني موضوع مزعج مش سهلة لكن أرثة اثنين ثلاثة تعدي أه تعدي يعني مهما كان لكن مش معنا كده إن أنا أنصحهم إن هما النحل بشكل عام بيهاجم؟ ولا لازم أن يحس بالأذى قرب منه الأول؟ لا هو النحل مش هجومي في ناس فكر الفكرة دي إن النحل هو بيهاجم الفكرة نعرف ناس بتشوف النحل بتقوم من مكانها؟ خالص هو النحل يا جماعة هو النحل مش هجومي هو النحل دفاعي يعني إيه دفاعي؟ أنا مملكتي هيت إنت قربت مني جيت سببتلي قلق سببتلي إزعاج أو أي ما شبه ذلك أو النحل حاسة بهجوم منك فبيبتدي يهاجم أو بمعنى الأصح بيدافع من خلال الدراسات يا بش مهندس النحل بيعرف الهجوم إزاي؟ يعني هل بيختلف مثلا حضرتك داخل على المنحة البتاعك دلوقتي؟ النحل عارفك؟ أكيد مش متأكلم عليك؟ يعني مثلا لا في بعض مثلا زي الأرانب مثلا بتبقى متأكلمة على المربي بتاعه هل النحل عنده الصفة دي؟ طيب هو معلومة الأرانب مش متأكلمة على صاحبها لكن متعودة على شخص ما؟ ما يتعود؟ بدليل المزارع لازم يتلبس بلطه أبيض علشان قدر يدخل يتعامل معها فتشوف كل اللي داخل ببلطه أبيض بتحسين ده اللي هو بيقدم لها أو الراعي اللي بيقدم لها الأكل الزبط يا دي تصحيح معلومة كويسة يعني الفكرة مش بالشخص نفسه هو الفكرة باللون اللي هو داخل الله يعني أي إن كان اللي داخل لها ببلطه أبيض دي تتعامل معي التقليل هو طبعا هي بتتعود على شخص آه أنا متطفق معاكي بس هو التقليل يعني ممكن مزارع يدخل خمسة مختلفين هو التقليل خفى لأن مشكلة الأرنب هو قلبه ضعيف أو جبان يخاف طيب وبالنسبة للنحل بيختلف من شخصي للتاني اللي داخل المنحل؟ لا هو الفكرة ممكن أنا أدخل أي منحل لأنه صادق ليا مفيش مشكلة وهو يدخل عندي لأن النحل عمرها كام خمسة واربين يوم ستين يوم أكثر مش هتلاح تحفظ من الرأي بتاعه بس هي الفكرة أنا بعرف أتعامل مع النحل إزاي أقرى لغته إزاي النحل ليه لغة فأنا النهاردة داخل على معنحل أبعرف آه لا فيه موسم إظهار النحل سلالته شارسة أو الهادية ومعنى شارسة يعني مش معنى أنه هيمشي في الأنحاء المناطق كلها بيهاجم لا هو شارس يعني بيوصل هجومه متعدل منطقة بتاعته بزيادة فبيبتدي النحل هو داخل بيقرى منحل خلاص أنا عارفت طيب وصل الخلية عيشتغل فيها يبتدي برضك يقيمها آه وهو شغال فيه لغة برضك النحل بيصدرها الناس أو النحل بيبتدي مع الخبرة يعرفها يعني محمد مثلا في البداية لأ ما كانش عندي الخبرة ديت فبتعلم لسه فمكنتش أعرف يعني أنا شام فيه ريحة بتوصل أنت مكنتش من ريحة فوزات الهرمون اللي بيقولوا احنا هنهاجم يعني فيه ريحة معينة بيفرزها النحل هو النحل لغة كلها هرمونات روايح روايح ريحة معينة يفرزها النحل مش أي حد يميز الريحة ديت غير الرؤية بقى الرؤية على الخلية نفسها فيه حاجة اسمها مدخن مدخن دوت عبارة عن إيه آلة أو جزء معدن مع جزء لين أو زي منفاخ بيشتغل من أن أنا قدر أهد النحل أو أديله جزء من الدخان فيحس بخطر بس فندم المشاهدين عندها فضول تعرف إيه اللي قدام حضرتك في الطبق ده وبعض المنتجات اللي معروضة وبالمناسبة عايزين نعرف الفرق بين العسل اللي لونه غامع والعسل اللي لونه دهبي حضرتك اتفضل هو طبعا دولة جزء من الألوان هو طبعا فيه ألوان أكتر من كده اختلاف الألوان بناء على التغذية زي ما حضرتك قلت في البداية النوع الرحيق يعني مثلا لما نجي نتكلم على كل عسل أو كل زهرم هي اللي هي إنتاج معينة من العسل يختلف في اللون في الطعم في الريحة في كمينة في الخواص والفيتامينات اللي فيه في أول كلامنا أنا قلت لحضرتك إن ممكن من زهرة زهرة يحصل عمليات تبرر أسرع أو الأنزمات تبقى أعلى تساعد في الأنزمات وده هو طبعا التأكيد لأن الآية الكريمة يخرج 12 ربعا من مختلف ألوانها وفيش في ألوان في بعد كده لما أكلمنا فيه حاجة اسمها حبوب لكوة طيب إيه الحبوب لكوة ديت ديت النحلة بتجمعها من أظهار المفروض إن هي بتجمعها لأكل لتأكيل الياركات اللي هي أو الشغلات اللي هي هتطلع شغالة أو ذكر إيه إنا قلناها برضا في بداية الموضوع طيب أنا بجمعها إزاي بيبقى عبارة عن مصيادة بحطها قدام الخلية نحلة وهي دخلة فبتساقها هي طبعا بتجمعها في رجليها مش في بطنة ودي عاوزين نتكلم فيها برضاك في حياتة هو إحنا عايزين نتكلم كثير بسوء الوقت اللي مش هيكون مساعدنا أكيد هو بس في سؤال حابة أسأله لحضرتك بسم الله ما شاء الله الجواز موجودة والجودة والإسمة في السوق موجود بس من ناحية الدعاية أقل انتشارا يعني في ناس سألت اللي هو اللي انتشار من الظهر أو يعني في المناسبات أكتر لا هو مش مش هي الفكرة في كده لا هو طبعا كتير بيقولولي طبعا إحنا عاوزيني تكون متواجد في كذا مكان يعني بالظبط علشان ناخد خطوات زي كده لازم قابليها يعني أنا مش مش بكرة لأنا فتحت 20 فرع أو تواصلت في 20 منطقة فنقدر أغطيهم بالكوالاتي بتاعنا لأ قابليها في خطوات تانية عندي مثلا مجموعة مناحل بتقدر تخدم على المنطقة دي لازم دولتي يزيدهم أو المصادر اللي أنا قادر أجمع منها عسل بكوالتي عالي جدا يزيد فأقدر أتوسع وبردك لما نجي نتكلم برضك كتوسع محتاج سيولة فإحنا بعملين دورة للرأس المال نفسه هو اللي بيكبر طلقائي يعني هنا 50% في التسويق 50% في أرباح تدخل في الاتجاه الأول اللي هو تزويد المراكز أو المحطات النحل عشان أقدر أزود الانتاجية لكن إن شاء الله هو في خطة وإن شاء الله هي محدوطة اللي احنا خلال الفترة اللي جاية بعد إتمام بإذن الله لا إن شاء الله يعني هنا نقول مثلا قاهرة كفية القاهرة كبرى إن شاء الله طبعا نتمنى التوفيق لحضرتك حب أعرف من حضرتك لو أي شاب أو بلاش الشباب أي مواطن موجود في مصر سوى ليه في مجال الزراعة أو ملهوش حابب اللي هو يبتدي مشروع العسل وهيكون حابب برضو لمجال المناحل ولو مش حبيبها هو هيحبها لما يلاقيها مشروع كويس ليه؟ حضرتك شايف اللي هو يبتدي إزاي؟ يعني تنصح الشاب يبدأ بخلية خليتين النظام البدء معي يكون إزاي؟ هو طبيعي كل ما يبدأ بقل من عدد خلي كل ما الرزق بنسبة له قليل يعني أنا ما كتير بيجي ويقول لي أنا عاوز أعمل منهة فبسأله أول حاجة إيه النقطة أو الأسلحة اللي عندك اللي تقدر توصل وبقول له أعواجبه يعني وأكيد كل مشروع ليه ميزاته عيوبه فبقول له واحد اتنين تلاتة وهو اللي بيكرر طيب في بعض الشباب أو بعض الأشخاص بعوزين يتعلموا إزاي أنا رب نحله بتاع زي ما أنت أنا أو كلنا كمجموعة أو فريق كلنا بنساعدوا لنحنا نديله المعلومة حتى لو معلومة عامة أعوز تعمل مشروعك أعوز أي تطوير فيه أوكي إحنا نسندك معدناش مشكلة ومش معنى كده أن أنا بسوع لخليط نحل لا أنا الفكرة خد نحل من أي مكان واتصل بي وقول لي أنا عندي مشكلة وأعوز أعمل كذا طبعا للتواصل مع المهندس محمد رأفت رئيس مجلس إدارة شركة تيبة فود للمناحل وإنتاج العسل في الأرقام اللي موجودة قدام حضراتكم على الشاشة ومعنا اسم الصفحة على الفيسبوك اسم الصفحة يا فندم حركت لقولها للمشاهدين مناحل تيبة فود على الفيسبوك طبعا مهندس محمد ما عندهوش أي مانع إن أي حد تتصل بحركتك في أي وقت حابب يفتح موضوع المناحل يشوف يبدأ في تربية المناحل إزاي وإزاي يعمل مشروع في بيته دي حاجة كويسة جدا ومهندس محمد مش بيتأخر على أي حد حابة برضو نرجع لحبوب اللقاح ونكمل فيها تمام لو جينا نتكلم برك حبوب اللقاحنا زي ما قلنا إن هي مفهود لأكل اليراقاط منحط حاجة زي مسيادة وهي مجمعها بتبقى في رجلها الخلفية فبتنزل منها وبتري تجمعها ودي أسأل حاجة في التجميع على فكرة يعني عشان الموضوع يبقى سأل هي أصلا إن النحل طبيعي بطبيعته بيستخدم في التلقيح الحشر للأزهار والنباتات هو طبيعي ما هو والطول ما هو بيجمع دي بيعد من زهرة الزهرة بالضبط فهو ألقى فيها جزء من نحن للزهرة للزهرة فيمكن هو بالنسبة للحشرات يقويهم رقم واحد في تلقيح الأزهار بالضبط ممكن بعض النباتات ممكن تعتمد أو أماكن تعتمد على الريح فممكن ما يمثل يتجاوز العربين في المية من النحل إحنا معنا دقيقين بس يا فندم بحبين نعرف الحاجات بشكل مختصر الطبق اللي قدام حضرتك ده جزور جينسينيك استخدمها؟ ده عبارة عن حاجة بيدي باور أو نشاط ممكن يستخدم كمان لأدوات تجميل أو حاجات زي كده بيضاف بعد طعم استخدامه في الصورة الخام؟ هو ده الصورة الخام استخدامه في الصورة الخام كده لإيه؟ لا هو كده صورة الخام المفروض بيحصل له عملية طحم عملية طحم يتناول كمشروب؟ يتناول بعض مشاريب يتناول مع العسل يتضاف على العسل هو عبارة عن بيدي طاقة أو بور طيب تمام؟ ليه إحنا جايبينه جزور؟ إحنا برضك عايزين نوصل لأ إنت كمستهلك خد الحاجة قدامك جزور تتحن قدامك أو خدها منعا لتجاوز الغيش زي ما نقول تمام؟ في حاجة زي كده اللي هو البروبلس البلدي وده طبعا أفضل من المستورة بكتير هو بيبقى الصورة بتاعته كده قبل الطحن استخدامه؟ ده طبعا هو ممتاز جدا للكبد للمنكرياز لدورة دموية ممكن بس حضرتك تفتحها وتوريها للكاميرا؟ تمام؟ اتفضل اسمه واستخدامه؟ هو اسمه العلمي بروبلس أساسه إيه حضرتك؟ ده سمغ النحل ده أساسه سمغ النحل الخلية تمام تمام؟ لما بيجي بيحصل له عمليه الطحن بيبقى بالشكل دوت بعد الطحن مش عرف أهتم أظهر ولا سوري عادي عادي مفي مشكلة تمام؟ تمام؟ استخدامه حضرتك قلت لإيه؟ الكبد مناشر جداً للكبد مناشر من كرياز منظم الدورة الدموية ممكن يصدم للجروح مع العسل تمام؟ طبعاً احنا ملاحظين للنحل احنا الفكرة بس مش فكرة عسل زي ما احنا كنا فاهمين احنا عشان نتكلم في النحل وعالم النحل وأسراره وخباياه احنا محتاجين حلقات ان شاء الله باش مهندس محمد هيكون ليه معانا حلقات تانية كتير شرف لينا هيشرفنا وهيعرفنا أكثر في عالم النحل وأسراره للتواصل مع المهندس محمد رقفة رئيس مجلس إدارة شركة تيبا فود للمناحل وإنتاج العسل في الأرقام المتواجدة أمام حضراتك وعلى الشاشة في النهاية بشكر حضرتك باش مهندس كانت معكم أميرة شهين في خير بلدنا انتظرون الخميس القادم التاسعة سبع شكرا